نحن في شهر رمضان في ربيع القرآن لقطات قرآنية نوح شيخ المرسلين وهو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد هو شيخ المرسلين وهو أفضل الأنبياء والمرسلين هكذا نحن نعتقد في ثقافة العترة الطاهرة إنه أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد نوح واجه ما واجه من المعاناة والآلام والعذاب لقد عاش قرونا وقرونا في طاعة الله وعبوديته وجاء الطفان تلك المسؤولية العظيمة وكان الذي كان إلا أنه بعد أن قضي الأمر وانطوت صفحة الطفان توجه إلى الله ربي إن ابني من أهلي إنه يطلب من الله سلامة ولده الذي أراد أن يعتصم بالجبل في رواياتنا إنه اعتصم بجبل النجف في هذه الأرض ولزالت أرض النجف مرتفعة لزالت أرض النجف مرتفعة كان فيها جبل وكان جبلا عاليا إنه جبل نجف والنجف الأرض العالية ابن نوح لجأ إلى ذلك الجبل حينما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء إنني أقرأ من سورة هود سآوي إلى جبل يعصمني من الماء في رواياتنا قطعا هذه الروايات تقريبية ورمزية إنها تشير إلى معاني أعماق من هذا الذي تنقله الألفاظ فلما لجأ ابن نوح إلى ذلك الجبل الرواية تقول من أن الله قال للجبل إنه يعتصم بك مني فتهاوى الجبل وانتهى وما بقي في النجة في جبل وإلا كان في هذه الأرض كان هناك جبل عظيم هو الذي ذهب إليه ابن نوح لكن الله قال له إنه يريد أن يعتصم بك مني لا عاصم اليوم من أمر الله فتهاوى الجبل نوح أراد سلامة ولده هذا رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هل هناك من ضرورة أن الله يثبت هذا في كتابه ونوح النبي فإن الله هنا يقرع نوحا تقريعا شديدا وهو شيخ المرسلين وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وعانى معانا وعاش قرونا في الطاعة والعبودية والتسليم ولكنه حين أخفق في مكان فضحه الله وها نحن نقرأ فضيحته في القرآن هذه أخلاق الله ما قيمة المفيد إنني حين تحدثت عن قبائح المفيد تحدثت عن قبائحه أيام ضلاله لا بد أن نشخص هذا هذا نبي وفي أيام نبوته ومع ذلك فإن الله يقرعه لأجل أن تتضح الصورة فلا تسألني ما ليس لك به علم أنت لست عالما إني أعظك أن تكون من الجاهلين ولذا انتبه نوح على نفسه قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين هذا هو منطق القرآن منطق القرآن في سورة يوسف القرآن فضح زليخة وزليخة صارت صديقة صارت من المقربين وزليخة من أهل الجنة ومن المقربين ولكن القرآن فضحها حينما كانت في ضلالها مع أنها صارت عرضا لنبي فضحها ولا زال القرآن يردد فضيحتها وفضحها رسول الله حينما فسر لنا سورة يوسف وفضحها علي والأئمة جميعا حينما فسروا لنا سورة يوسف إنها فضيحة بجلاجل فضيحة أسسها الله سبحانه وتعالى لزوجة نبي هي من المقربين من المقربات ومن أهل الجنان ومن سيدات بيوت الأنبياء ومع ذلك فضحها القرآن هذا هو منطق القرآن تخلقوا بأخلاق الله هذه أخلاق الله أخلاقكم أنتم الذين تقولون نحن زهرائيون أخلاق طوسية قذرة أخلاق سقفية هذا الهراء الذي تتلفظون به هذا هراء سقفة بني ساعد وهراء سقفة بني طوس القرآن فضح أولاد يعقوب ولا زالت فضائحهم موجودة في القرآن مع أن يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم حينما اعتذروا قالوا الله لقد آثرك الله علينا إنني أقرأ من سورة يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذا نبي يحدثهم عن مغفرة الله لهم وأبوهم أيضا حدثهم عن مغفرة الله لهم قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم سيغفر لكم عاقبتهم حسنة ولكن القرآن حدثنا عن سيئاتهم وعن قبائحهم وهذا القرآن سيبقى يتلى إلى يوم القيامة هذه أخلاق الله هذا هو منهج القرآن ماذا تعلمتم من فقه القرآن لا هلومكم إذا كان عندكم من ثقافة قرآنية إنها ثقافة طوسية والثقافة الطوسية ثقافة قدرة ثقافة ناصبية سقيفية عمرية لا علاقة لها بثقافة بيعة الغديرين هذه الثقافة التي أتحدث بها أنا هذه ثقافة بيعة الغديرين معكم معكم لا مع غيركم المفيد في مرحلة ضلاله ما كان معهم فلماذا أكون معه أنني أتبرأ من ومن كتبه ومن دينه حينما كان في تلك المرحلة معكم معكم عليكم أن تفقه فقه البراءة البراءة مسألة دقيقة جدا نحن لسنا في مجلس للمصالحة العشائرية وعلينا أن نغضى الطرف عن ضلال المفيد نحن لسنا نتحدث في أمر اجتماعي أو في مسألة شخصية علينا أن نستر عيوب بعضنا هذا دين حينما أحدثكم عن معايب مراجع النجف وكربلاء ما عندي من مشكلة شخصية معهم المشكلة مشكلة البراءة عقيدة البراءة لا بد أن تكون البراءة دقيقة وإلا سننزلق في مزالق الضلال مثلما انزلق الكثيرون كثيرون من الشيعة يلقبون أنفسهم بالبرائيين لكنهم لا يعرفون فقه البراءة ولذا يرددون البراءة واللعن بالألسنة وهم غاطسون في القذارة الطوسية إلى أمهات رؤوسهم عليكم أن تعرفوا موازين الولاية والبراءة إنها موازين بيعة الغدير اللهم والي من والى وعادي من عادى كيف يكون ذلك علينا أن نعرف الأفكار والعقائد والمعارف والثقافة كي نميز الأشخاص كان المفيد على ضلال إنني أبرأ من المفيد ومن ضلاله ومن كتبه كان ضارا مضرا ما هو بمفيد لكن حينما عاد إلى أحضان إمام زمانه وبلطف خاصا من إمام زمانه نكون معه معكم معكم إنني لست مع المفيد أنا مع صاحب الزمان متى كان المفيد معه فإنني مع المفيد ومتى لم يكن المفيد معه فإنني أبرأ من المفيد ومن دينه ومن كل شيء يرتبط بالمفيد لماذا تقدسون الرجال والأصنام الذين لا علاقة لهم بالله الكائنات التي لها علاقة بالله مباشرة محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من الحسن المشتبى إلى القائم فقط هؤلاء يرتبطون بالله ارتباطا مباشرا ولذلك هم السبب المتصل بين الأرض والسماء وهم وجه الله الذي إليه نتوجه وهم الباب الذي فتعه الله لنا كي نأتي الله منه هم الباب الذي يؤتى الله منه القرآن مشحون من أوله إلى آخره بهذه الحقائق لا يضحكون عليكم فيقولون لكم مثلا في سورة طاها في قصة موسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى هذه صورة من الصور وأكثر الصور في القرآن ليس هكذا هذه صورة هذه الصورة نحتاجها إذا توفرت الظروف والملابسات وشرائط بأن يكون الخطاب هكذا فإن الخطاب سيكون هكذا وبالمناسبة فإن موسى بعد ذلك تعامل مع فرعون حتى جعله يخري في ثيابه وبقي مصابا بالإسهال إلى آخر عمره حينما أخافه يوم الزين رواية جميلة سأقطع منها مقطعا يا ليت عندنا من القدرة أن نحول هذا إلى إنتاج سينمائي إمامنا الصادق هو الذي يخبرنا لما صار الاتفاق بين موسى وفرعون من أنهم سيجتمعون في يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة لازلت أقرأ من سورة طاها قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحن هذا يوم عيده يوم عيد عام يحتفلون فيه وكانت هناك ساحة كبيرة للاحتفالات ويوجد ويوجد فيها مكان خاص لفرعون وحاشيته لقد بنى قبة عظيمة مثل ما يقال لها مثلا قاعدة التحية حينما يمر العسكر في الاستعراضات العسكرية ويأخذون التحية عند القاعدة التي يكون فيها القادة والرؤساء يشرفون على الاستعراض العسكري فرعون بنى له هامان قبة ضخمة بحسب الروايات كانت ترتفع الى ثمانين ذراعا يعني اربعين متر من القياس في زماننا ارتفاع شهق اربعون متر وقد بنيت ولبست بالحديد الفولاذ الذي صقل حتى صار كالمرآة بحيث ان الناس حينما كانوا ينظرون اليها حينما تصطع الشمس عليها ما كانوا يستطيعون النظر الى تلك القبة لانها كانت صقيلة جدا كان فرعون يجلس فيها مع حاشيته هذا هو المكان الملكي في ساحة الاحتفالات صار الموعد في يوم الزين وجاء فرعون في افخر ما يكون من ابهته واجتمع الناس الاف مؤلفة من البشر واجاء السحرة وكانوا كثيرين منهم من كان جالسا مع فرعون ومنهم من نزلوا الى الساحة وموسى جاء لوحده دخل موسى وكان موسى مهيبا دخل موسى وهو ينظر الى السماء الذين كانوا عند فرعون خافوا قالوا هذا رجل ينظر الى السماء وسحرنا لا يصل الى السماء سحرنا حدوده الارض قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى الناس دهلوا عشرات من السحرة الذين كانوا في الساحة في مواجهة موسى لوحده برنامج يريده الله كيف سيكون برنامج يريده الله ترك جانبا منه رسمه فرعون وجانبا رسمه موسى وهو من ورائهم ان امر الله لعجيب هكذا يقول امتنا امره عجيب الناس الناس دهلوا من سحر السحرة فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى الناس كذلك رأوا العجب العجاب من سحر هؤلاء السحرة اعظم سحرة مصر جاء بهم فرعون فأوجس في نفسه خيفة موسى لقد رأى شيئا عجبا خاف موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى احد اصحاب الامام الصادق يسأل الامام الصادق يقول له يا ابن رسول الله لماذا اوجس موسى خيفة بينما ابراهيم لما وضع في المنجنيق ما اوجس خيفة كان مطمئنا النار كانت عظيمة لماذا اوجس موسى خيفة بينما ابراهيم ما اوجس خيفة ماذا قال له الصادق قال ان ابراهيم كان مستندا كان مستندا الى نور حجج الله التي في صلبه الى نورنا موسى لم يكن كذلك موسى رباطه بنا رباطا عقائديا اما رباط ابراهيم بنا فشيء يتجاوز الجانب العقائدي هناك جانب عقائدي وهناك جوانب اخرى ان ابراهيم لم يوجس خيفة لانه كان مستندا الى انوار حجج الله التي في صلبه الى انوار محمد وآل محمد فهذا جدهم ابراهيم جدهم منظومة عقائدية وفكرية وقرآنية متزنة متناسقة في جميع جهاتها الا لعنة على المنهج الطوسي الذي ابعدنا عن هذه المنظومة الفكرية المتكاملة في غاية الروعة والجمال والدقة والهندسة العجيبة فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف لا تخف يا موسى انك انت الاعلى والقي ما في يمينك والقي ما في يمينك تلقف ما صنع انما صنعوا كيد ساعر وانت مع الله قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنع انما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى القرآن يقول بعد ذلك بعد الذي رأوا فالقي السحرة سجة لماذا ما الذي حدث الصادق يخبرنا لما وصل الدور الى موسى بعد ان القوا ما القوا فرمى بعصاه فالقاها والق ما في يمينك القى ما في يمينه الامام يقول ذابت عصى موسى مثل الرصاص صارت كأنها رصاصا صارت شيئا مذابا شيئا غريبا بعد ان ذابت كما يذوب الرصاص تحرك شيئا من داخلها لقد خرج رأس عظيم رأس عظيم هذا هو الذي اسقط السحرة على وجوه ساجدين لقد عرفوها قالوا ان الرجل ينظر الى السماء فهذا يأتي من السماء ولا يأتي من الارض رأس تنين الامام الصادق يقول وضعت وضعت شدقها الاعلى لما فتحت الحية العظيمة فمها وضعت شدقها الاعلى على اعلى قبة فرعون التي كانت ترتفع ثمانين ذراعا ما الذي حدث الذي حدث السحرة وقعوا ساجدين فالقي السحرة سجد قال آمنا برب هارون وموسى ما هذا ما هذا وضعت شدقها الاعلى على اعلى قبة فرعون وبعد ذلك ادارت برأسها فالتقفت كل شيء مما فعله السحرة هذا هو الذي اوقعهم ساجدين ثم دارت حول قبة فرعون وواجهت فرعون فماذا فعل فرعون الامام الصادق يقول من ان فرعون وهامان احدث في ثيابهما لقد خرى فرعون على نفسه صحيح ان موسى قال له في البداية قول اللين ولكن بعد ذلك جعله يخر على نفسه الى اخر عمره الامام يقول احدث في ثيابهما قطعا البقية الباقية فروا لم يبقوا في تلك المقصورة الملكية فرعون وهامان احدث في ثيابهما وبقي فرعون في حالة اسهال الى اخر عمره وماذا يقول الامام الصادق وشاب رأساهما ابيض رأس فرعون ورأس هاما وماذا يقول امامنا الصادق وسقط في حالة اغماء في حالة اغماء شاب رأساهما والاسهال والاسهال اشتغل عند فرعون وعند آمان الناس الذين كانوا في ذلك المشهد فروا الامام الصادق يقول لقد قتل عشرة آلاف ما بين رجل وامرأة وصبي بسبب ان الناس داس بعضهم على البعض الاخر الاعجب من هذا الاعجب من هذا الامام الصادق يقول ان موسى فر معهم ايضا ان موسى فر معهم لانه توقع ان الامر انتهى الامام يقول هذا الخطاب سمعه موسى في هذه الواقعة والذي جاء في سورة طاها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى هذا الكلام سمعه موسى حينما سأل الله موسى وما تلك بيمينك يا موسى قبل هذا الوقت ولكن الله اعاد الكلام عليه مرة اخرى كي يطمئنه مثلما طمئنه في اول نبوته قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الاولى الامام الصادق يقول كان على موسى عباءة فنزع العباءة ولفها على يده لفها على يده وادخلها في فم الحية فرجعت عصا كما كانت قلت لكم يا ليتنا نملك من الامكانات السينمائية كي نخرج هذا الحدث وله تفاصيل انني اختصرت الكلام لو كان المقام مقام تفصيل لفصلت لكم في الاحداث بنحو موسع جدا لكنني اكتفي بهذه اللقطة لانني قلت لكم من ان القرآن حين قال وهو يخبرنا ان الله قال لموسى وهارون اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قول الليين لعله يتذكر او يخشى لكل مقام مقال وفي المقام هذا في مقام يوم الزين فان موسى جعل فرعون يخري في ثيابه وبقي يخري على نفسه الى اخر عمره هكذا فعل به نذهب الى فاصل في سورة الصفات وان يونس لمن المرسلين مرسل نبي مرسل وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحن ابق صار عبدا ابق ابق فر الا يقال للعبد الذي يفر من سيده انه عبد ابق وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم مليم يعني ملام ومليم ومليم هو ملام وملام وملام فان الله يوجه له شديد اللوم هذا نبي مرسل وفي حال نبوته وحال رسالته فان الله يتحدث عنه فان الله لم ينفي النبوة والرسالة وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون القرآن استعمل الفعل الذي يطلق على العبيد الابقين الذين يفرون من مواليهم اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين هناك مدح للجهة التي كان فيها في جانب المدح وهناك ذنب في الجهة التي كان فيها في جانب الذنب هذا منطق القرآن مع الانبياء ما قيمة المفيد المعتزل الضال ما قيمته ماذا تعلمتم من فقه القرآن ولكن من أين تتعلمون من أين تتعلمون فقه القرآن وحقائق القرآن وكل الثقافة القرآنية في الجو الشيعي في كل مكان وسمان منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى الآن ثقافة عمرية لا علاقة لها بالثقافة الغديرية التي بايعنا عليها وإن يونس لمن المرسلين آيات بحاجة إلى تدبر طويل وإلى تفكر عميق وإلى تفهم وتفهم وتفهم كما يقول أمير المؤمنين ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر والقرآن علم وقراءة وعبادة في الوقت نفسه فهو بحاجة بحاجة إلى تفهم لأنه علم وبحاجة إلى تدبر لأنه قراءة وبحاجة إلى تفكر لأنه عبادة وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ملام وملام وملام فلولا أنه كان من المسبحين هنا يمدح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ومع ذلك فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين إلى آخر الحكاية هذا هو منطق القرآن هذه أنثلة سريعة وتاج الكلام هنا في سورة القلم محمد صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي الله يقول له في سورة القلم وإنك وإنك يا رسول الله وإنك يا أيها المحمود الأحمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ثم يحدثنا القرآن عن مظاهر هذا الخلق العظيم الخطاب لرسول الله ولنا فالقرآن نزل بهذا اللسان بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة الخطاب لفظا لمحمد صلى الله عليه وآله معنا ومضمونا لي ولكم فلا تطع المكذبي هذه مظاهر الخلق العظيم في سورة نفسها وإنك لعلى خلق عظيم الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القلم إنني ما ذكرت أرقام الآيات لأجل الاختصار لأن وقت الحلقة صار طويلا لكنني أجد ضرورة هنا في ذكر أرقام الآيات وإنك لعلى خلق عظيم الآية الرابعة بعد البسملة بعد البسملة من سورة القلم فلا تطع المكذبين هذه الآية ودو ودوا لو تدهنوا فيدهنون أن تلين لهم ليس هنا من قول لين فقولا له قولا لين ودوا لو تدهنوا فيدهنون أن تلين لهم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم الزنيم هو ابن الزنا هذا أبو خالد بن الوليد والكثير من صحابة هكذا جاءوا من الزنا هذا أبو خالد بن الوليد إنه الوليد ابن المغيرة وخالد هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزوم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هذه أوصاف قبيحة لكن أوضحها الزنيم إنه ابن الزانية ابن الزنا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم القرآن يقول لرسول الله علم الناس هذا فإنك لعلى خلق عظيم فعينما أحدثكم عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي وفي شهر رمضان فإنني أتبع هذا المنهج هذا منهج القرآن ومنهج رسول الله إنه منهج الخلق العظيم ما كان من حديث عن الشذوذ الجنسي في الوسط المرجعي الشيعي وفي الوسط الحوزوي وفي المذهب الطوسي القذر النجس وما ذكرته من أوصاف تجدونها قبيحة جدا وهي دون قباحة مراجع المذهب الطوسي إنها قليلة جدا وجدا بحقهم هم أقبح من كل هذا الذي ذكرته بخصوصهم إنني أتبع منهج الخلق العظيم الذي تحدثت عنه سورة القلم هذا هو منهج الله أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي وأنا أحاول أن أتأدب بأدب الله وأدب رسوله وأدب علي أنتم لا تفقهون هذا أي طبكم طوب هذا هو فقه العترة الطاهرة وهذا منهج الله وهو منهج محمد وآل محمد اللي عجبي عجبي واللي مي عجبي لا يعجب فأنا لا أعبأ بالمجموعتين نظري إلى إمام زماني فقط وأقول مثل ما أقولها في أول الحلقات إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائمة آل محمد